السلام عليكم يا أصدقائي اليوم عندي أنا مراجعة لجهاز iPad Octa Pad 15 هذا الجهاز يا أصدقائي هو عبارة عن جهاز طابليت لوحي تستطيع استخدامه كحاسوب لأنه يتحول كليا 100% إلى حاسوب أيضا سعر الجهاز يا أصدقائي سعر مخفض 50% يعني سوف تقتني هذا الجهاز 150 دولار فقط حوالي زوج ملايين 800 حتى زوج ملايين حتى 3 ملايين بالدينار جنزائري هذا الجهاز يا أصدقائي سعره الحقيقي هو 300 دولار بالنسبة لي 200 شخص الأولين سوف يقومون بالحصول على كلافي بلوتوت من النوعية الجيدة الممتازة مجانا عند طلبك للجهاز بدون أن يقوموا بإضافة سعر لوحة المفاتيح البلوتوت التي سوف يضيفونها لك مع الجهاز مباشرة حتى لا أطيل عليكم يا أصدقائي بعد اقتنائك للجهاز سوف تجد فيها ماء لتابعوا معي حتى النهاية لتستفيدوا بعد فتحك للعلبة سوف تجد فيه الشاحن مع الكابل الخاص بالشحن يعني يدعم الشحن السريع وكتيب الخاص بالجهاز الذي يشرحه كيفية الاستخدام بالنسبة للجهاز يأتي مع الجهاز مع البوشيت أو الحامي الخاص بالجهاز يمكنك استخدام الجهاز في عدة أوضاع ماسكا في يدك أو تقوم بوضعه على مكان سابع حتى تشاهد من خلاله الأفلام والمقاطع الفيديو وغيرها هذا الجهاز يدعم شريح الاتصال يعني شريحتي اتصال وبطاقة سيم مع قلم للكتابة أو الرسم استخدامه كورقة رسم وأيضا للكتاب هذا الجهاز يأتي بعديد من المزايا من بينها يا أصدقائي كاميرا خلفية 13 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية 16 ميجا بيكسل يعني كاميرات حقيقية ولست وهمية 10.36 إنش في الشاشة وبطارية تصل إلى 880 ميلي أمبير ومعارج من أكتا كور ما يجعلك تقتني هذا الجهاز هو الشاشة الكبيرة ب 10.36 إنش وعند استخدامك له في وضع الحاسوب يعني استخدمه على شكل جهاز كمبيوتر لأنه يتحول كليا حتى النظام يتحول إلى وضع إلى نظام كمبيوتر كما تشاهدون يا أصدقائي يدعم لوحة المفاتيح البلوتوت وأيضا التي بها كابل يعني USB استخدام لوحة المفاتيح البلوتوت التي سوف تكون سهلة الاستخدام تقوم باختيار وضع مود PC كما تشاهدون سوف يتحول الجهاز كليا إلى وضع PC هذا الجهاز أنصح به حتى الطالب الجامعيين الجدود لأنه سوف يكون خفيف في الوزن وبمزايا هائلة جدا سوف تساعدهم في إعداد البحوث والمذكرات وغيرهم من المعلومات التي سوف يجدونها في هذا الجهاز أيضا هذا الجهاز فيه ميزة جيدة جدا لمحبي الألعاب يدعم بتقانية تسريع الرام وتقانية الرام البطيئة كما تشاهدون تقوم بتفعيل زر الرام السريعة وسوف نقوم بتجربة عليه لعبة كما تشاهدون لعبة سيارات من الحجم 10 جيجا سوف نقوم بإعادة تشغيل الجهاز قبل ذلك عندها تقوم بتسريع الرام بعدها سوف يشتغل الجهاز الأكتا باد 15 بسرعة كما تشاهدون في سرعة التشغيل عند وضع الرام في الرام السريعة والرام البطيئة كما تشاهدون سوف نقوم الآن بتجربة عليه لعبة سيارات من الحجم الكبير التي تحتاج إلى قوة في الجهاز ومعالج رسوميات جيل جدن درايف راسينك تو كما تشاهدون يا أصدقائي بعد أن قمنا بتسريع الرام في الوضع الثاني والوضع الأول هو الوضع العالي كما تشاهدون أمامكم يا أصدقائي سرعة في معالجة الدخول إلى اللعبة والتحميل للعبة كما تشاهدون يا أصدقائي السرعة أمامكم يا أصدقائي في تحميل والدخول إلى لعبان بحاجة الحجم على جهاز طابليط يا أصدقائي شيء خرافي جدا كما تشاهدون يا أصدقائي أمامكم والنتيجة أمامكم يا أصدقائي كما تشاهدون في وضع الرام الساية اللعبة بدأت في الاشتغال أما بالنسبة للوضع العادي اللعبة لم تكمل حتى تسجيل الدخول لذلك كما تشاهدون يا أصدقائي الفرق في تسريع الرام الميزة الذي جاء بهذا الجهاز مفيدة جدا لكم يا أصدقائي المحبي الألعاب